كذا على رأسها برنامج لغوي ثقافي يندمج كل نواحي الاجتماعية والتجارب الثقافية العميقة هنا في مصر بكل تأكيد ميزة كبيرة لبرنامج كاسا وجودها في مدينة القاهرة وهي مركز كانت مركز ثقافي وما زالت مركز ثقافي ففي فرص هنا مش موجودة برا دي حاجة مميزة تماماً دي حاجة فريدة من نوع خالص قبل كل حاجة علشان البرنامج ده هو بيدينا فرصة ان الغماص في الحياة في مصر جودة الأساتذة هنا حاجة تانية خالص صراحة عشان عندنا أساتذة متخصصين بجد في المجال اللي هما بيدرسوها علينا نصوص عن مثلاً الأهوي في القاهرة وعلى طول اليوم بعدي رحنا أهوة مشهورة قوي في وسط البلد واتقابلنا مع واحدة أستاذة في الجامعة الأمريكية ودى الدليل على النتوك بتاع الجامعة الأمريكية يعني أنك نتقابل مع الأدباء كتاب إلى آخره جزء من برنامج كاسا هو حاجة اسمها كاسا بلا حدود بفرص عشان نتطوع في المجتمع ونشغل مع مصريين كجزء من فصل كاسا بالحدود رحت اتطوعت مع الهلال الأحمر المصري أنا سجلت بنادي المصرحية ودى كان أول مرة في حياتي بعمل مصرحية أنا هنا يعني اتعرفت واتصحبت معه طلبة تانية وطلبة تانين من تونس من اليمن من العراق من السودان بعدما أخلص برنامج كاسا أظن أنه هيكون عندي أستكى بنفسي أكثر يعني في الكلام أو تحدث بالعامية وأنا أفهم أكثر أتكلم أكثر بكثير برنامج كاسا هو فتح لنا أبواب في الحياة وفي مجال استخدام اللغة العربية وفي مجال الشغل في المستقبل تعالوا ادرسوا اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في أم الدنيا